بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الخير المرسلين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم تلاميذ وتلميذات مدرسة المناهل الدولية نلتقي اليوم معكم في درس جديد من دروسنا نبدأ على بركة الله الصف الرابع المادة الرياضيات الموضوع موازنة الكسور الجزء الأول بداية سوف نقوم بمراجعة سريعة في الكسور حتى يسهل علينا فهم معلومات درسنا وتطبيق قواعده بالشكل الصحيح اللازم أولا ما هي الكسور؟ نقوم بمراجعة لتعريف الكسور وردت معنا في الدروس السابقة هي أرقام نستعملها لتحدد لنا عدد الأجزاء المتساوية الموجودة في شيء ما نقوم باستخدامها لتحديد الأجزاء المتساوية في الأشكال وفي الرسومات وفي كل شيء يعرض علينا أي نستخدمها بالقسمة والتوزيع كما تعلمنا في الدروس السابقة أجزاء الكسر أولا خط الكسر هذا هو خط الكسر البسط وهو الجزء الأعلى أو الرقم الأعلى في الكسر وهو يمثل عدد الأجزاء الملونة أو المحددة أو المضللة كما تعرض علينا في الأشكال وفي الرسومات المقام الجزء الأسفل أو الرقم الأسفل في الكسر وهو يمثل عدد جميع الأجزاء المتساوية في الشكل أو في الرسومات المعروضة علينا الآن مثال توضيحي لدينا هذه الدائرة المقسمة إلى أربعة أجزاء نريد التعبير عنها بلغة الكسر أولا خط الكسر العدد ثلاثة ماذا يمثل؟ البسط عدد الأجزاء الملونة واحد اثنان ثلاثة أربعة المقام عدد الأجزاء المتساوية كلها واحد اثنان ثلاثة أربعة فنسمي الكسر ثلاثة من أربعة أو ثلاثة أربعة هذا مثال الآن موضوع درسنا اليوم موازنة الكسور ماذا نعني بكلمة موازنة؟ هي نحدد من خلال هذا الدرس تحديد الكسر الأكبر وهذه إشارة أكبر منه تحديد الكسر الأصغر واستخدام إشارة أصغر منه تحديد الكسرين المتساوية واستخدام إشارة التساوي هنا عندما يكون الكسر في البداية الرقم في البداية هو أكبر نضع إشارة أكبر منه إذا كان الرقم في البداية هو أصغر نضع إشارة أصغر منه عندما يتساوي الكسرين نضع إشارة اليساوي الآن سوف أعرض عليكم مجموعة من الأمثلة مع قصصها الآن ماذا نشاهد في هذه الصورة؟ لدينا طبقين من البيتزا ما قصتهما يا ترى؟ سوف أروي لكم قصة زيد وأخيه تيم عندما تناولا قطعة البيتزا التي أحضرها لهما والدهما أحضر والد تيم وزيد قطعتين من البيتزا وقطعت أم زيد كما نشاهد في هذه الصورة البيتزا إلى أربع قطعين ليسهل على زيد وتيم تناول البيتزا لزيد قطعة في هذا الطبق الأول ولتيم قطعة الثانية في الطبق الثاني نشاهد هنا قطعة زيد مؤلفة من أربع قطع لكن زيد قام بأكل قطعة واحدة أما أخيه تيم فقد تناول ثلاثة قطعين نريد الآن التعبير بالكسور على كل طبق هذا الطبق من كم جزء مؤلف من أربعة أزاء عدد الأزاء المساوي في المقام أربعة عدد الأزاء الباقية ثلاثة يكون الكسر ثلاثة على أربعة ثلاثة أربعة أما هنا طبق تيم تيم قام بأكل ثلاث قطع فبقيت قطعة واحدة نعبر عن هذا الكسر واحد على أربعة ربع أدعوكم الآن إلى تأمل الطبقين من هو الطبق الأكبر؟ القطع المتبقية الأكثر هل هو طبق ثلاثة على أربعة أم طبق واحد على أربعة؟ كما نلاحظ في الصورة أن هنا القطعة الأكبر يكون لدينا ثلاثة على أربعة أكبر من واحد على أربعة نتأمل الكسرين نلاحظ هنا أن المقام أربعة وهنا المقام أربعة لكن هنا الإختلاف في البسط هنا ثلاثة هنا واحد إذن المقامات متساويان في الكسرين نضع هذه المعلومة لدينا ثم أشرح معنى ذلك نتابع الآن لدينا قصة أخرى قام إبراهيم مع أخته ليال برسم المستطيلين كما نشاهد في هذه الصورة وقسم المسطيلين إلى سبعة أجزة قامت ليال في المستطيل الأول بتلوين ثلاثة أجزة وقام إبراهيم في المستطيل الثاني بتلوين خمسة أجزة هنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة قام إبراهيم بتلوينها نريد التعبير عن ذلك بصيغة الكسور هنا كم عدد الكسور المضللة أو الملونة؟ ثلاثة كم عدد الأزاء المتساوية جميعها؟ سبعة فيكون لدينا الكسر ثلاثة على سبعة هنا كم عدد الأزاء الملونة والمضللة؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة وعدد الأزاء المتساوية جميعها سبعة فيكون الكسر لدينا خمسة على سبعة أريد أيضاً من خلال رؤيتكم كما تنظرون أي هو جزء أكبر؟ الجزء الملون الأكبر هل هو جزء ليال هذا الجزء؟ مع بعضه؟ أم هذا الجزء؟ نعم جزء إبراهيم أكبر فيكون ثلاثة على سبعة أصغر من خمسة على سبعة والمقامان متساويان في الكسرين المقامان هنا سبعة وسبعة متساويين الاختلاف في البسط هنا ثلاثة وهنا خمسة نستنتج هذه القاعدة من خلال المثالين السابقين المقامان متساويان نوازن البسطين الكسر الأكبر هو الذي بسطه أكبر عندما نقوم بالموازنة إذا كان لدينا المقامان متساويان نقوم بالموازنة والمقارنة بين البسطين فيكون الكسر الأكبر هو الذي بسطه أكبر فنضع عليه إشارة أما أكبر أو أصغر مثال من الكتاب الصفحة 151 نفتح الكتاب وسوف نتعلم مع بعضنا موازنة الكسور موازنة الكسرين لهما المقام نفسه هنا لدينا هذا الشكل ملونة أربع أزاء وعدد الأزاء المتساوية ستة أربع على ستة لدينا شكل آخر هنا مقسم إلى ست أزاء متساوية وملونة جزء واحد فيكون واحد على ستة هنا كما قلنا المقام نفسه ستة وستة سوف نقوم بالمقارنة بين البسطين الكسر الذي بسطه أكبر سوف يكون نوازن البسطين الكسر الأكبر هو الذي بسطه أكبر أربع على ستة وواحد على ستة لهما المقام نفسه أربع أكبر من واحد فيكون الكسر أربع على ستة أكبر من واحد على ستة جميل ممتع جدا ننتقل الآن إلى أمثلة وقصص أخرى هيا يا أبنائي هيا يا بناتي لنستمتع مع بعضنا نلاحظ هذه الأشكال سوف أروي لكم قصة هذين الشكلين قام يسر مع أخيه مجد برسم مربعين كما في هذين الشكلين وتلوين جزء واحد فقط من كل مربع هنا جزء واحد منهم في الشكل الأول وهنا جزء واحد لكن ما الفرق هنا لكن يسر قسم مربعه إلى قسمين فقط واحد اثنان أما مجد قسمه إلى أربعة أقسام واحد اثنان ثلاثة أربعة نريد التعبير عن ما رسمه يسر ومجد بالكسور هنا جزءين متساويين قمنا بتلوين جزء واحد فيكون لدينا واحد على اثنين أو نصف مربع مجد جزء واحد ملون وأربعة أزاء متساوية واحد على أربعة نقوم الآن بالنظر إلى الأزاء الملونة فقط هذا الجزء وهذا الجزء برأيكم أيهما الجزء الأكبر من خلال النظر فقط نلاحظ أن الجزء الذي لونه يسر هو أكبر فنستنتج أن الكسر واحد على اثنين أو نصف أكبر من واحد على أربعة ونلاحظ أيضا ملاحظة هنا البسطان متساويان في الكسرين البسط هنا واحد وهنا واحد البسطان متساويان في الكسرين أما المقامين يختلفان هنا اثنين هنا أربعة إذن نصف أكبر من واحد على أربعة جميل جدا وممتع ننتقل إلى مثال آخر وقصة جديدة نلاحظ هذه الأشكال قامت صديقتنا جنا مع أخيها محمد برسم مربعين كما لدينا في هاتين الصورتين قسمت جنا مربعها إلى كم قسم؟ واحد إثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة وقامت بتلوين جزء واحد أما أخيها محمد قام برسم المربع وتقسيمه إلى واحد إثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة إلى ست أجزاء وقامت بتلوين جزء واحد أحسنتم يا جنة ويا محمد نقوم بالتعبير عن هذين المربعين في الكسور هنا كم جزء ملون واحد؟ كم عدد الأزاء المتساوية؟ سبعة واحد على سبعة هنا في مربع محمد جزء ملون واحد وعدد الأزاء المتساوية ستة واحد على ستة هنا سبع وهنا سدس أيضاً من خلال النظر أي جزء أكبر؟ الجزء المضلل في مربع جنة أم الجزء المضلل في مربع محمد؟ نلاحظ من خلال النظر أنه الجزء في مربع محمد هو أكبر فنستنتج أن واحد على سبعة هو أصغر من واحد على ستة الجزء الملون في مربع جنة هو أصغر من الجزء الملون في مربع محمد ونلاحظ أيضا البسطان المتساويان في الكسرين أي هنا واحد وهنا واحد لكن الاختلاف في المقام سبعة وستة سوف نتابع ونطرح مثال آخر من الكتاب نلاحظ هذا الشكل لدينا مؤلف من سبعة أجزاء متساوية وثلاثة أجزاء مضللاء الكسر ثلاثة على سبعة ثلاثة أسفار وشكل آخر مقسم إلى أربع أجزاء متساوية مضلل منها ثلاثة أجزاء فيكون لدينا الكسر ثلاثة على أربعة ثلاثة أربعة نلاحظ هنا البسط ثلاثة وهنا البسط ثلاثة لكن الاختلاف في المقامين فتكون لدينا هذه النتيجة لموازنة الكسرين ثلاثة على سبعة وثلاثة على أربعة الذين لهما البسط نفسه نوازن المقامين الكسر الأكبر هو الذي مقامه أصغر أربعة وسبعة أيهما أصغر أربعة أصغر من سبعة فيكون هذا الكسر هو الأكبر ثلاثة على سبعة أصغر من ثلاثة على أربعة جميع جدا ممتن سوف نصل الآن إلى القاعدة العامة والرئيسية في هذا الدرس ونقوم بكتابتها على الدفتر موازنة كسرين هذه القاعدة سوف ترافقنا خلال كل خطوات الدرس وخلال حل التضيبات والتمارين المقامان متساويات عندما يكون لدينا كسرين هنا أربعة على ستة وواحد على ستة المقامان متساويات نوازن البسطين الكسر الأكبر هو الذي بسطه أكبر أيهما أكبر أربعة أم واحد أربعة فيكون هذا الكسر الكامل هو الأكبر أربعة على ستة أكبر واحد على ستة في الحالة الثانية البسطان متساويات نوازن المقامين هنا ثلاثة يساوي ثلاثة نوازن سبعة وأربعة الكسر الأكبر هو الذي مقامه أصغر من أصغر سبعة من أربعة أربعة أصغر فيكون الكسر الأكبر هو الذي مقامه أصغر ثلاثة على سبعة أصغر من ثلاثة على أربعة إذن بعد الاعتباد على هذه القاعدة ننتقل الآن إلى التمارين فيك في الكتاب تحقق وتمر نفتح كتاب الرياضيات الصفحة 152 السؤال تحقق وازم بين كل كسرين مما يأتي مستعمل إشارة أكبر من أو أصغر من أو يساوي نقوم باستخدام القاعدة السابقة للمقارنة واحد على خمسة وأربعة على خمسة نلاحظ هنا أين التساوي هنا التساوي في المقامين هنا خمسة وهنا خمسة فيكون الكسر الأكبر هو الذي بسطه أكبر من هنا أكبر واحد أو أربعة أربعة أكبر فيكون الكسر واحد على خمسة أصغر من أربعة على خمسة لأن أربعة البسط أكبر من واحد نضع إشارة واحد على خمسة أصغر من أربعة على خمسة ننتقل إلى التمرين الذي يليه ستة على سبعة اثنان على سبعة أين التساوي هنا؟ أيضا في المقامين المقام هنا سبعة والمقام هنا سبعة فالكسر الأكبر هو الذي بسطه أكبر ستة أم اثنان ستة أكبر فنضع إشارة أكبر من ستة على سبعة أكبر من اثنان على سبعة نتابع أربعة على تسعة وأربعة على سبعة أين التساوي هنا؟ التساوي في البسطين هنا أربعة وهنا أربعة سوف نقوم بالاعتماد على القاعدة بالمقارنة بين المقامين فيكون الكسر الذي مقامه أصغر هو الكسر الأكبر تسعة وسبعة تسعة أكبر أو أصغر؟ تسعة أصغر من سبعة فيكون الكسر الأكبر هو أربعة على سبعة نضع إشارة أصغر من أربعة على تسعة أصغر من أربعة على سبعة نتابع عشرة على ثمانية عشرة عشرة على أربعة وعشرين ماذا نلاحظ هنا؟ البسطان متساويان نقوم بمقارنة المقامين ثمانية عشرة أربعة وعشرون وفق القاعدة السابقة أيهما أصغر؟ المقام الأصغر هو الكسر الأكبر ثمانية عشرة أصغر من أربعة وعشرين فيكون لدينا إشارة أكبر من نتابع خمسة على ثمانية خمسة على اثنين أيضا البسطان متساويان أيهما المقام الأصغر؟ اثنان فيكون لدينا إشارة أصغر من خمسة على ثمانية أصغر من خمسة على اثنين ننتقل إلى التمرين الأخير إحدى عشر في البسط إثنى عشر في المقام هنا إحدى عشر في البسط إثنى عشر في المقام نفس الأرقام فيكون لدينا إشارة التساوي نضع إشارة يساوي داخل الدائرة جميل جدا نتابع تحدث اذكر كسرين كل منهما أكبر من الكسر ثلاثة على خمسة وآخر أصغر منه ثلاثة على خمسة وفق القاعدة السابقة نريد كسر أكبر منه نضع في البسط أربعة وفي المقام خمسة المقامين متساويين لكن أربعة البسط أكبر من البسط في الكسر الأول فيكون الكسر أربعة على خمسة أكبر من الكسر ثلاثة على خمسة كسر آخر أصغر من ثلاثة على خمسة 2 على 5 فيكون لدينا الكسر 3 على 5 أكبر من الكسر 2 على 5 على 7 تمرن أيضا مثل كل من الكسرين 5 على 6 و 5 على 8 على مستقيم الأعداد ثم أشر إلى أصغرهما نقوم الآن بتمثيل الكسرين على مستقيم الأعداد كما تعلمنا في الدرس السابق ثم نقوم بالمقارنة بينهما هنا 5 على 6 0 على 6 1 على 6 2 على 6 3 على 6 4 على 6 5 على 6 نضع ذلك على المستقيم 5 على 8 هنا 0 على 8 1 على 8 2 على 8 3 على 8 4 على 8 5 على 8 قمنا بتمثيل الكسرين على مستقيم الأعداد سوف نقوم الآن بالمقارنة بين الكسرين 5 على 8 5 على 6 بالاحتماد على القاعدة العامة التي تعلمناها في درسنا هنا البسطة متساوية 5 و 5 فيكون الكسر الأكبر هو الذي مقامه أصغر هنا 8 6 6 أصغر فيكون 5 على 8 أصغر من 5 على 6 5 على 6 هو أكبر من 5 على 8 جميل جدا تأمل وعلم لدينا هذا السؤال نركز به جيدا تأمل قالبي الحلوى في الشكل المجاور يزن أحدهما 1 كيلوغرام والآخر 2 كيلوغرام هل 3 على 4 3 أربع أحدهما يساوي 3 على 4 الآخر علل لدينا هذا القالب 3 على 4 وزنه 1 كيلوغرام والقالب الثاني أيضا الكسر الذي يمثله 3 على 4 ولكن وزنه 2 كيلوغرام سوف يكون الكسر 3 على 4 في القالب الأول يساوي الكسر 3 على 4 في القالب الثاني إذا كانت المقارنة من حيث الأعداد أما من خلال الوزن القالب الثاني أكبر من حيث الحجم نضع هذه المقارنة على الكتاب ونستخدم القلب والرصاص خلال حل التمارين على الكتاب والآن أدعو لكم الصفحة 153 واجب تقوم بكتابته وبهذا نكون قد أنهينا الجزء الأول من درس موازنة الكسور نلتقي معكم في الدرس القادم مع حل التمارين والأنشطة أتمنى لكم المتعة والفائدة الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته